السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف نفرق بين الضاد والضاء في النطق والكتابة يخطئ عدد كبير في التفريق بين الضاد والضاء في النطق والكتابة فيجعلون الضاد ضاء والعكس والضاد هي أخت الصاد والضاء هي أخت الطاء وتسمى الضاد بدون عصى والضاء بالعصى وفي هذا المقطع سنحاول حل هذه المشكلة إن شاء الله فتابعوا معي نحن أمام مشكلة سنحدد المشكلة أولا والمشكلة هي تحويل الضاد إلى ضاء عند النطق والكتابة وسأعرض لكم مجموعة من التغريدات التي تظهر المشكلة وسنركز فقط على موضوعنا على الرغم من وجود الكثير من الأخطاء الإملائية نلاحظ في التغريدة الأولى جدول الضرب كتبت بالضاء أنا العبد الضعيف الضعيف كتبت بالضاء عن الضرائب الضرائب كتبت بالضاء أرجو الإنصاف من الضرر وهي الضرر كل هذا كتب بحرف الض وهي في الأصل حرف الض والكلمات التي كتبت بصورة خاطئة هي الضرب الضعيف الضرائب الضرر نتعرف الآن على مخرج حرف الضاد كما نلاحظ الصورة مخرج حرف الضاد تخرج من أقصى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا نلاحظ الصورة ونلاحظ السهم في الصورة التي أمامنا ونلاحظ أيضا مخرج حرف الضاء وتخرج الضاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا وهاتان الصورتان توضح لكم المخارج الخاصة أرجو النظر جيدا إلى مخرج كل حرف وعند النطق نقول حضر بمعنى قدمة حضر ضاء وهي حرف الضاد بمعنى قدمة إذا نطقناها حضر فسيتغير المعنى ونقول حضر بمعنى منع حضر بالضاء لها معنى وحضر بالضاد لها معنى مقارنة بين النطق الخاطئ والنطق الصحيح لحرف الضاد مثل الضرر الضرر البيض البيض الضمير الضمير البعوض 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 مقارنة بين كيفية نطق الضاد والضاء نقول رمضان 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 نظارة 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 لغة الضاد كثيرا ما نسمع عن اللغة العربية أنها لغة الضاد لماذا سميت اللغة العربية بلغة الضاد لأنها اللغة الوحيدة التي تنطق حرف الضاد وكي نحافظ على هويتنا العربية سنحرص على النطق الصحيح بإذن الله كيف نفرق بين الضاد والضاء عند الكتابة والإملاء هناك طريقتان الطريقة الأولى وهي ليست علمية وهي طريقة اللهجة المصرية وأكرر ليست علمية البعض منهم ينطق حرف الضاد دا المفخمة نقول ضربا ينطقها دربا والضاء ينطقها زايا فنقول ظهر ينطقها زهرا وللعلم أنا مصري وأفخر بذلك وما قصدت هذا إلا لتبسيط القاعدة واللهجة المصرية مشهورة في جميع أنحاء العالم بارك الله فيكم جميعا الطريقة الثانية وهي حفظ الكلمات التي تحتوي على حرف الض وهي قليلة هناك قاعدة تقول لا يجتمع عصوان في كلمة واحدة والعصوان المقصود بهما هما حرف الطا وحرف الض مثل كلمة ضابط وكي نطبق الطريقة الثانية ولأجل التفريق بين الضاد والضاء عليك اتباع ما يلي إن في اللغة العربية 93 كلمة تكتب بحرف الض وما سواها فيكتب بحرف الضاد أي كلمات حرف الضاد كثيرة والكلمات التي تكتب بحرف الض قليلة أقل من مئة كلمة ومنها الغريب غير المستعمل وأشهر الكلمات المستعملة اليوم هي 32 كلمة تكتب بحرف الض وما عداها فيكتب بالضاد وتسلم بعدها من الخطأ والزلل في هذا الباب والنظر كثيرا إلى هذه الكلمات يجعل الإنسان يألفها ولا يخطئ فيها بعد ذلك وهذه الكلمات هي الحظ وإذا أردتم معرفة هذه المعاني سأتركها لكم أسفل هذا المقطع في ورقة في جدول يحوي هذه الكلمات بمعانيها الكلمة الأولى الحظ الحفظ الحظر الحظوة الظلم الظفر الظفر الظبي الوظيفة الظرف الظريف الظن الظل الظهر الظهر الظمأ القضم اللحظ اللفظ النظم النظافة النظر العظم العظيم الشظف الغيظ المواظبة اليقظة التقريض الضعم الفضاظة الفضاعة وإلى هنا نكون قد أنهينا هذا المقطع وأدعو الله أن أكون قد وفقت في هذا العرض وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق وإذا أعجبكم المقطع أرجو منكم المشاركة كي تعم الفائدة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر